طيب خليفة أبدأ معك تهيب تبدأ بمين؟ أنا أبقى جب أخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول أولا فيه أنا لو قسمنا فرق الدولي بشكل عام الأهلي عمل يعتبر أبرز استفقات مش عدد كبير ولكن أسماء منورة نيجي بقى الفرق أنا شايف فيه تلات فرق عملوا تدعيمات كويسة جدا وحنتكلم على اختيارات منهم بيرامدز اختار عدد من استفقات كبير يعني بيرامدز عمل عدد ونوعية حنيجي لها وليه اختار اللاعبة دي فرقتين تانية عملوا برضو تدعيم في رأينا نوعي المصري وسيراميكا خلينا نتكلم في سيراميكا بالزهر أرقام سيراميكا الموسم اللي فات خلينا نبص عليها أرقام سراميكا الهجومية المعاشة الأرقام كانت هجومية مثلا رابع أكثر فريق محاولات في إجمال المحاولات نبص عليها تاني الرابع الترتيب السادس المحاولات على الم هالما هو الفريق الرابع بص بقى على نقطة تسجيل الأهداف هو فريق رقم 16 يعني حاجة سيئة جدا في سيراميكا رغم كثرة المحاولات ورغم أن هي على المرمى بشكل إيجابي سيراميكا سجل 26 هدف اللي هو 31 هدف اللي أقل منه فرقتين بس في الدوري اللي هو محرطة في حدوده الهبط من بداية الدوري 21 وغزل المحل فكده نفهم أن سيراميكا عنده مشكلة في التهديف طيب سيراميكا عمل إيه؟ عمل يعتبر نقلة نوعية عنده هجوميا استعاد إبوكا وإبوكا من المهاجمين الخطرين جدا صح يعني إبوكا معروف لدرجة ناحية مش هيتكلم عنه ونجيب لقطة الراجل سجله التهديف رائع حمل بقى تدعمات في المركز تحت الهجوم جاب عبد الرحمن البنوني استعاده تاني وصديقه جولة أنا حلق الدق على الاتنين لعبة دول مع بعض تعالوا نشوف عبد الرحمن البنوني من اللعبة الجيدة جدا أنا وأنا في برة قابلت الكابتر رضا شحاتا سألته على عبد الرحمن البنوني لأنني عندي إحساس طبعا هو ضربه في الداخلية عندي إحساس أنه ياخد خطوات أفضل هي خطوة سيراميكا بالنسبة له خطوة ممتازة لأن سيراميكا يعني يعتبر في الدولة المصري كلاس بيف وهي على طول بقى أهل زمالك بيراميز على طول يعني فسألته على ده قال لي ينقص لعب جاك جدا وأشاد بي جدا وعنده كل حاجة ينقصه أنه يبقى عنده الحماسة أنه يصدق أنه هو كده واستحق في المستوى ده على بقى نشوف عبد الرحمن البنوني يعني أجيب له حاجتين يا كريم أول حاجة المطش اللي قاعد الداخلية في الدوري كان مباراة أصوات مباراة واحدة إحنا لو قاعدنا نجيب لقطات للاعب من مباراة عديدة في الدوري ممكن تعمل ده لأي لعب تعال نشوف في المباراة الفاصلة اللي قاعدت الداخلية في الدوري ضد أصوان عملين هدفين وأسستين الداخلية فاز على أصوان أربعة اتنين هنا سجل سجل هدف صنع هدف ده كان دي الصناعة بتاعة الهدف الأخير بص هنا اللحظة دي كان ممكن يمرر يا كريم ما ممررش غير لما رشيد أحمد طلع من التسلط وقابليها كان مسجل هدف الأول وصنع تعال بقى للجزء التاني اللي احنا محضرين للبنوني عشان ممكن نقول ده أصوان ده البنوني ضد الزمالك اللي معدي وممرر عبد الرحمن البنوبي البنوبي هو عبد الرحمن السكران الاسم الرسمي هنا ده ده التعدية بص عدة ازاي وبص هنا صنع ازاي هدف مجاش ولكن هي صناعة مؤكدة الفرصة كبيرة جدا نكمل اللقطة اللي بعدية أنا اتعمت ان احنا نجيب ماتش أصوان اللي هو سجل فيه هدفين واسيستين وده ماتش من لقاء الزمالك عشان نتكلم على ان خصم كان أفضل البنوني هنا عمل شغل كبير جدا جدا في مباراة الزمالك عدد كبير من المراوغات عدد كبير من صناعة الفرص ضد خصم كان رتب الموسم اللي فات التالت وكان بطل الدوري في الموسم اللي قابليه عبد الرحمن هنا دايما حفاظ على الكورة بشكل كبير تحركات بشكل جيد ما بيفقدش الكورة بشكل كبير جدا وكمل عاصر المنتخب الأولمبي لانه صنه مش كبير ولكن ممكن الاعتماد عليه مش كبير في المنتخب الأولمبي لانه نقص الحتة اللي اتكلمت فيه مع كابتر رضا ويمكن هو كابتر رضا نقصه شوية حماس ولانا بيعرف ان الموسم ده مهم جدا ليه في الدوري اللعيب التاني بقى اللي هي أبرز انتقالات سيراميكا لوباتر وأكتر لعيب تم الدفع فيه فلوس من سيراميكا 26 مليون جنيه صديق وجول صديق وجولة في الموسمين اللي فاتوا ومسجل حوالي 14 حوالي 11 هدف في الدوري الموسم اللي فات دي أهدفه في الدوري الموسم اللي فات هتيجي دايما هو اللعيب اللي بيعرف يكون بيتحرك بين المساك والباك الحتة اللي هي دايما بتمثل المنطقة السحرية للأنصيدات اللي هم يسجله هو دايما بتحرك فيها بشكل كويس جدا وإيجابي جدا على المرمو غير أهدفه بقى تعال نشوف قد قدرته على التزديد ده طبعا هدفه في بيرامدز مميز جدا غير الأهدف اللي هو سجلها الموسم اللي فات تعال نشوف حتة تانية أهدف بقى شوف التزديدات يا كريم عنده قدرة على التزديد على المرمو بشكل إيجابي جدا في عدد حالات يعني ده هدف هو تسبب فيه ضد أسوان دايما هتلاقي بيسدد على المرمو بشكل إيجابي الكرة دي كملت بجون زميله كملها وتبحها شوف بقى التزديدات هتلاقي عنده الحتة بتاعت بص دي هنا الزكاء هو مش بيشوت بس قوي هو كان عايز يعمل لوب ولكن حارس إن بيتعامل معه بشكل جيد جدا بص هنا الحظ ما خدموش في كور كتير جدا بيشوت وبيسدد بشكل جيد اللي هو الإنصايد الإيجابي جدا عجون الراجل دايما اللعب عجون يعني غير عدد أهدافه عديد من الكرات بيلعبها بشكل جيد جدا ممكن مع شوية توفيق ممكن مع تواجد فروت زي أبوكا فيكون الضغط عليه يظهر بقى بشكل كبير وخصوصا إن السراميكا بيمتلك عدد مميز جدا من اللعبة اللي بتالعب تحت الفروت اللي هو أبوكا القوي جدا اللي بديله أحمد ياسر ريان عندهم محمد إبراهيم عندهم عبد الرحمن عندهم صديق وجولة وعندهم قندوسي صفقة جديدة فسراميكا أنا بحطه من الفرق اللي متوقع تظهر بمظهر كويس جدا وخصوصا في وجود أيمن الرمادي المدرب اللي أظهر نفسه السنة اللي فاتت مع أسوان في إمكانات قليلة أيمن الرمادي واخد دلوقتي وماشى ممكن تظهر شغله بشكل كبير وممكن بقى الصفقتين دول اللي أنا اتكلمت عليه مبيتة الصفقات تظهر بشكل كبير اشتركوا في القناة